السلام عليكم مشاهدنا الكرام مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بالطقس المغربة هذا المساء والأيام القادمة لآخر تحديث طقس مفاجئ خلال توقعات الأيام المقبلة سنعطيكم آخر التفاصيل والمستجدات فلا تنسوا دعونا بلايك اشتراك والقلعة وشكرا لكم. اما بالنسبة لهذا المساء فاستمر موجة الحر اخواني كرام والرياح القوية على قريم جنوبي الملكة وكذلك الجنوب الشرق المغربة الفراعات وكذلك السواحي الأطلسية قد تصص سرعة تدريع الى اكتر من اه اربعون كلمتر وقد تتراوح اقل ستونة كلمتر في بعض المناطق. بالنسبة له اخواني كرام لاحتمال درجة الحرفة يتوقع ان تبقى مرتفع اخواني كرام على الجنوب الشرقي المناطق الداخلية الوسطى وكذلك على ايضاة الفوسفات وكذلك شمال الاقاليم جنوب الملكة وخصوصا مناطق السمارة والمناطق المجورة كذلك الاترودانت وزاقوروف ومسجيد واخري بقوم راكش ومرتفاعات وكذلك الريف خصوصا على المناطق. اه سليمان وكذلك بسليمان وذي المناطق وربما كذلك الجيش شرقية ستكون تقص حار اخواني كرام. اه بالنسبة لتوقع الايام المقبلة فهي توقع استمرار موجة الحرفة اخواني كرام سرعان. ان شاء الله ما سوف تبدأ موجة الحرف. بداية من يوم الجمعة ان شاء الله. فتوقع ان ترخفت تدريجيا ان شاء الله درجة الحرفة لكن عموما ستبقى تقص حار وحرارة اه محتادة في الوقت اخواني كرام. خلال توقعات constructive 5 اه مقبلة يحتمل cái دخولهاً ربما هي اه منخفض اه ربما يعطي اناخفض بدرجة الحرفة خاصة التوقعات 2024 البعيدة فهي مازالت مع دورة واقبلة للتغير اخواني كرام. بنسبة لتحتمال الانطار اخواني كرام اه ربما تشكل عواصف ردية اه على المناطق المرتفعات الاطلس خلال توقع العيام المقبلة كما تشهدون. عواصف رادية. اخواني الكرام تشكر خصوصا على مناطق المرتفعات الأطلس كما تشاهدون إخواني الكرام على ماتق تباينت وكيمدين أنزميزي من تانوت أخني فراو إفران وميدلت هذه المناطق ستعرف عواصف رعدية محتملة مع ارتفع في درجة الحرار إخواني الكرام في ذلك عواصف رعدية يوم السبت القادم عشرون من هذا الشهر مناطق تلوين وتلوين وتلوينت وتلوينت وكذلك ميدلت واخني فراو مناطق فاس وتازة إن شاء الله كما تشاهدون هناك تغييرات مفاجئة وتغييرات قوية سبحان الله محتمال دخول تساقطات مطرية رعدية إن شاء الله خلال توقعات الأيام المقبلة كما تشاهدون هناك بعض الاضطرابات الجوية خلال الأيام المقبلة إن شاء الله قد تشكل بعض الرياح كذلك القوية محتملة الطائر لغبار تحية طيورة الجميع